أستاذ محسن اقتصادياً وفكرة التكامل الاقتصادي ما بين دول القرى وكمان اتفاقية التجارة الحرة زي ما تفضل كده أستاذ عمد وتكلم دي كانت حلم أعطاك لدول القرى مجتمعة في وقتها كان تالي دولة ولا دولتين كده اللي ما كانوش وقعها شوف على مدار السنة اللي مصر تولد فيها أسل التحاد زي ما أستاذ نعمد بي أتكلم من دقيق أنت ممكن تحصر الرؤية الاقتصادية اللي مصر حاولت أنها تعملها مع الدول الأفريقية في سبع نقطة كبار الحاجة الأولانية اللي مصر بدأت بيها رئاستها أنها حددت أربع نقاط رئيسية كبيرة قوي هي اللي بدأت تشتغل عليها أولاً مسألة التنمية والنمو بالنسبة لي الدول الأفريقية وإزاي أن المواطن الأفريقي يشعر بعمليات النمو الاقتصادي النقطة الثانية كانت زيادة مساحة كريسس مار زي ما عمد بيه ذكر دلوقتي نعملنا أكتر من ستة أو سبع مؤتمرات مختلفة على مستوى المحلي وعلى مستوى الدولي بالنسبة لي تعمل سمار في أفريقيا ثم كانت الاتفاقيات المتعلقة مكافحة الإرهاب وأسكالة البنادق اللي أطلقت مؤخراً البند الثاني اللي مصر كانت بتسعى ليه هي فكرة إزاي أن أنت تحول أفريقيا من دولة مصدية للخيمات إلى دولة مصنعة لها وإزاي أنك أنت تبني قدرات بشكل أكبر خلال الفترة ديت وإزاي أن أنت تشجع الانتربرنورز أو رواد الأعمال أن هما يدخلوا بشكل سريع وشكل قوي داخل القارة الأفريقية ثم اتنقلت المرحلة الثالثة الطرح اللي طرحه السيادة الرئيس في المؤتمر الأخير لفكرة إزاي أن احنا مصر تلقل قبراتها في مجال تنمية التحتية ده جتنوع عرض نقل الكهرباء لأفريقيا من خلال شبكات وبدأ يطرح مشروعات زي مشروعات ربط اسكندرية بكيب تاون ومشروع ربط نهر النيل لغاية بوحيد فيكتوريا بشبكة نهرية ومشروعات إنشاء شبكات للنقل البري كل ده كان هدفه الأساسي إن انت تخلق عملية تنموية كبيرة ضيف بقى على كده فكرة إن انت بدأت كمان تشجع الشركات المصرية إنها تجري وتروح عشان تدخل فيه الاسمارات في السور الأفريقية بالفعل إحنا كان لنا تواجد قوي جدا لغاية السبعينات من بعد السبعينات اختفى هذا التواجد القوي السنة دي إحنا وصل حجم اسمارتنا للشركات المصرية في أفريقيا لحوالي 10.5 مليار دولار وده رقم كبير بالنسبة لنا مش كده وبس كان كام قبل كده أسود مصر أفهم كان كام قبل كده لأ كان عقم بسيط جدا كان وصل الـ 2.1 مليار دولار التطور ده خلال وقت قديب خلال الثلاث أو أربع سنين اللي فاتوا لكذا سبب أول أنت دخلت فيه مشروعات البنية التحتية في توليد الكهرباء في إنشاء شبكات طرق مصر بدأت كمان تدخل ودي نقطة مهمة جدا في مسألة إنشاء السدود دلوقتي أنت النهاردة بتنشئ سد في تنزانيا وبتعمل النهاردة مشروعات جديدة في أغندا وبتتحرك النهاردة بشكل قوي ناحية الكونغو بتعمل النهاردة عشرات الحاجات عشان ترجع تاني تبني العمق الأفريقي اللي كان موجود بالنسبة لك أهم نقطة بقى كانت موجودة في هذا الملف بشكل حقيقي كانت حاجتين الحاجة الأولانية العشر مؤتمرات الكبار اللي أنت عملتهم على مستوى العالمي وقضت فيهم أفريقيا ومثلت فيهم أفريقيا كنت بتحاول أنك تواجر صلة واضحة جدا أنا عايز أحول الدول الأفريقية من تابع في الاختصاد إلى شريك وفاعل في الاختصاد كان الترويج سواء في التكاد أو في سوتي أو في ألمانيا أو في عشرات المؤتمرات وآخرهم المؤتمر بتاع لندن كلهم كنت بتوجه رسالة إحنا قارة قوية إحنا نمتلك عناصر شبابية إحنا نمتلك مواد خام إحنا نمتلك صراوات إحنا عانينا كتير جدا من صراعات دولية النهاردة جي الوقت لإعادة البناء إحنا النهاردة عندنا خمسة من أكبر عشر دول من حيث النمو الاقتصادي على مستوى العالم أنت النهاردة عندك القدرة على النمو عندك الخبرات عندك التكنولوجيا عندك تجارب هيلة بالنسبة لي الصناعة فكان من الطبيعي جدا أن أنت بتقول للعالم أنا ما بقيتش تابع أنا النهاردة قادر أن أكون فاعل وأكون النهاردة شريك اقتصادي معاك النقطة الثانية كانت اتفاقية الحلم اللي قال عليها ما تبين من داعي هذا كان حلم بالنسبة للجميع أفريقيا كانت تمتلك العديد والعديد من الاتحادات للتجارة الحر بعضها لم يكن فاعلا بقوة زي السدك لكن بعضها كان قويا زي الكواس في غرب أفريقيا إحنا كوميسة كان عندنا واحد من أفضل اتحادات على مستوى أفريقيا وكان هناك عدة اتفاقيات بهذا الشكل فأنت النهاردة جمعت كل هذه الاتحادات وأنشأت أكبر منطقة تجارة حرة في التاريخ وعلى مستوى العالم حاليا هل فعالة يا أستوزة مات بالشكل المطلوب؟ لا طبعا ده لسه مادلتي أنت النهاردة وقعت من دول أفريقيا أغلب دول أفريقيا وفقت عليها تبدأ بقى دلوقتي عشرات الإجراءات من ضمنها تعديل النظم الجمهورية من ضمنها توحيد النظم الضربية من ضمنها اتفاقيات تفعيل للستثمار من ضمنها نقل الخبرات بين الدول من ضمنها الشبكات المتعلقة بالنقل الباري عشان كده مصر أطلقت مبادر الجسور بسرعة عشان تبدأ تعمل خطوط ملاحية تنقل فيها البضايع المصرية لمنطقة شرق أفريقيا من ضمنها كمان أن أنت هتبدأ تتحرك مع دول العالم على إنشاء اتفاق إطاري كبير عشان التبادل لأن بعض الدول موقعات فائيات مع دول أخرى يجب أن يكون ده يتعارب معها أنت النهاردة حطيت الخطوة اللي احنا باختصار من سنة 94 ونحاول نحطها هنا الشكل الإجراء